قد يبدو المشهد للوهلة الأولى وكأنك في مدينة ترفيهية للأطفال إنهم أطفال غزة وهذه ليست مدينة ترفيهية للأطفال قرب الحدود المصرية في رفح يعيش هؤلاء الأطفال في مخيمهم المؤقت بسبب الحرب على غزة يبحثون عن ملاذ آمن وفسحة من اللهو والعب طائرة السريرة دابة في السماء وزقنا من الحرب وإحنا إن شاء الله بنزينها هنا من طائرة طبال ونرجع حياتنا الجميلة إن شاء الله وتصير هدنا ونبسط زي زمان ونطلع ونرجع بيوتنا إن شاء الله هذا المخيم لم يكن المحطة الأولى في رحلة النزوح معاناة لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أزحوا للمدارس لكنها لم تسلم من القصف وحتى مراكز الإغاثة وجدوا أنفسهم هنا قرب الحدود وأمالهم بأن تنتهي هذه المعاناة سريعا ليعودوا إلى حقهم في الحياة والعيش بسلام منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة توقف التعليم وخلال الأشهر الأربعة الماضية دمرت إسرائيل ما يقرب من 378 مدرسة وقتلت أكثر من أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرين طالبا ومائتين وواحد وثلاثين معلما وأربعة وتسعين أستاذا وفقا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ينتظر الأطفال هنا بفارغ الصبر بصيص أمل بانتهاء هذه الحرب والقلق ينتابهم خشية اجتياح إسرائيلي لرفح وهو ما يهدد حياة أكثر من مليون شخص يعيش أغلبهم في خيام يامن شواف الغنو